اهلا وسهلا مشاهدين واصل معكم دفقة اشروق الصباحي الحي وايضا ننتقل من جانب اخر من جانب السلامة المهنية والصحية لجانب يخص ويهم المياه حسام كل تأكيد نؤتمر الادارة المتكاملة لموارد المياه وخطة السودان للتنمية المستدامة وشراكة ذكية جدا ما بين اليونسيف واليونسكو سعادة انه ينضم الينا الاستاذ فؤاد فواز اخصائي مياه واصحاح بيئة باليونسيف لنقف معه عن هذه الشراكة الذكية ما بين اليونسيف واليونسكو ودورهم ايضا في اليونسيف ومن خلاله نحاول ان نقود عدد من الرشدات التعريفية بكرسي المياه ما طبيعة هذا المؤتمر ما هي الاوراق المقدمة وعدد من التساؤلات اهلا بك استاذ فؤاد سعيدين جدا بك في صباح الشرق اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب مباشر نتعرف على هذه الورشة وهذا المتقل كبير ممكن يخرج بنتائج ايجابية تهم الانسان وتهم ايضا الاستراتيات المقدمة مرحبا بكم اول حاجة وشكرا على الفرصة الحلوة احنا في اليونسيف بنخش في الموضوع ده طبعا لانه منظمة اليونسيف هي منظمة الامة المهتمة بالاطفال واي حاجة بتخص حيات الطفل وحمايته ونماؤه دي بتخصها شديد ففي اهداف التنمية المستدامة ده 17 هدف في حدود سنة 2030 السودان مصادق على 17 هدف عشان ناصر له فبيقى بهمنا هدف واحد احنا بالنسبة لنا في مجال المياه وصحة البيئة وهو الهدف السادس والهدف السادس ده بالنسبة لنا هو تقريبا حلم يعني يعني انه الهدف السادس بيقول انه في سنة 2030 كل السودانين في كل حتة في اي حلة بيشربوا مياه نقية وعندهم صرف صحي وعندهم بيئة نظيفة ده الهدف بتاع 2030 فبيقى في الهدف ده صادق عليه السودان وبيقى هو مجرد يعني يحس في الوقت الحالي احنا عايزين نغير او نعمل تفصيل للهدف ده نعمل منه خطط ما الهدف ده في حد ذاته عشان يتحقق لازم يتحول لحقيقة احنا من حقنا نحلم حقيقة يعني بانه كل السودانيين يكون عندهم كده لكن كمان واجبنا نشتغل كمان فالورشة ده بالذات عشان ننور الناس بالهدف السادس وننورهم بالخطط اللي اتعاملت من اجل تحقيق الهدف السادس طيب بالتنمي المستدام جابيل ابرز المشاركين من خلال الورشة وطبيعة هذه الشراكة الزكية بينكم اليونسيف واليونسكو الشراكة مهمة جدا لانه هو كل الموضوع بتاع المياه وصحة البيئة لازم يتم من خلال الادارة المتكاملة لموارد المياه نعم والادارة المتكاملة لموارد المياه يعني اي زول عنده علاقة بالموية يكون فيه تعاون ويكون فيه تعامل متوازن لنا وكمان للاجيال الجاية نحن ما الموية دي وما حقتنا برنا يعني الموية دي للتعامل المنزلي للزراعة للصناعة للرعي كل ده كلهم دين شركاء في الموية نحن لازم نشوف كيف حنستفيد منها وكيف برضو الأجيال الجاية برضو تستفيد النقطة السادسة اللي هي لتحقيق 3020 الاكتفاء وحتى كمان انعكز على المواطن من خلال الصرف الصحي وايضا شرب المياه النقية لو اتكلمنا عن السودان ده شاسع واسع هل عندكم تجبيك معجيهات مختصة وليانتو ميدانيا بتقيفوا على كل المناطق ده عشان تقدموا لها الخدمة طيب الخطة اللي هي خطة السودان لتحقيق الهدف السادس دي قايمين بيها وزارتين متشاركتين وزارة الري وموارد المياه ووزارة الصحة والوزارتين دي هم يعني عملين الاشراف العام في 18 ولاية في السودان في 18 ولاية كل ولاية عملت الخطة بتاعتها باشراف الوزارتين وبدعم كامل من منظمة اليونسيف التمنتاشر خطة ديل يصعدوا وبقوا خطة واحدة للسودان كله الشغلانة دي أخذت سنة ونص عشان تتحقق عشان نعمل الخطة دي دي خطة كبيرة فيها أهداف فيها استراتيجيات فيها نتائج فيها ميزانية أهم حاجة دي كلها حاجات اتعملت على مدى سنة ونص على أساس ان احنا نصل بخطة متكاملة توصل السودان للأهداف اللي احنا قلنا لها دي لو سمحت لي اقول لك ليه هي حلم لأنه يعني حس حاليا السودانيين زي 73 و 6 من 10 في المية هم بسل عندهم موينقية الباقيين يا بيشربوا بموية ملوسة أو بيشربوا موية نقية لكن بيسافروا لها سفر و 30 في المية بس عندهم مراحيط صحية في بيوتو في 40 في المية عندهم مراحيط غير صحية وفي 30 في المية بتبرزوا في العراء احنا دارين نتخارج من شغلانة الاسهالات المائية والكوليرا والحاجات دي كلها في السودان فعشان نصل للحتة دي لازم يكون عندنا تغطية كاملة ان شاء الله ولما نصل لك الهدف السادس ده بيقول كل شخص في كل مكان يعني الشخص في كل مكان دي حسام أساس فؤاد يعني المشاريع انت اللي تكلمت عنها اللي ممكن تكون حلم بالنسبة للإنسان السوداني يعني هل توفرت مشاريع على أرض الواقع حتى انه تكملوا بيها بقية السنوات القادمة وتنجزوا أكتر؟ صحيح موجودة مشاريع على أرض الواقع وموجودة خيارات كثيرة احنا بيهمنا في الاساس حقيقة لو احنا دارين احنا بيهمنا في الاساس الهياكل لمر واحد النظم بيهمنا في الاساس انه البيئة العاملة بالنسبة للشغل انه يكون عندك هيكل قادر على التنفيذ فيهم فيه ناس مؤهدين الموارد البجيك لازم كمان نتعامل معها بطريقة سليمة بطريقة حكيمة بنظافة يد دي كل حاجات مهمة يعني بالإضافة للمشاريع المشاريع موجودة احنا في الأول عندنا كم مرحلة المرحلة التأسيسية هي مرحلة هياكل ونظم بعد كده بتجي المرحلة التانية اللي هي مرحلة الانتشار اللي هي المشروعات احنا عملنا مشاريع كتير قبل كده والمشاريع ما قعدت كتير لانه ما في نظام قوي ما في هيكل قوي على اساس انه يحافظ على الشغلان دي حاجات الموية دي بالذات محتاجة تشغيل وصيانة يعني ما مسألة مثلا احنا عملنا الحاجة ما بنعمل الليلة بعد بكرة بطبوص فاحنا محتاجين له نظوم احنا تركيزنا في الأساسي نظوم ثم مشروعات ثم في الآخر يعني زي ما بقوله تثبيت يعني في الآخر دي ثلاثة درجات الخطة ثلاثة مراحل طيب الادارة المتكاملة لموارد المياه وخطة السودان للتنمية المستدامة مكان وزمان الانعقاد هي اتعقدت على مدى يومين اللي هو قبل يومين وامبارح يعني انتهت امبارح وكان مشاركين فيها يعني كمية كبيرة من الناس اللي هم العاملين اللي هم المهنيين والشي الجميل حقيقة كان مشاركين فيها كمية بتاعت شباب اللي هم شباب السورة كان فيه اخوان وابناء وبنات من اللجان المقاومة من الاجهات المهتمة وكان عندهم برنامج كامل قالوا فيه اراء وكان فيه نقاش في انه هم اراء شنو دارين يشوفوا شنو فدي جهة كانت مهمة جدا بالاضافة لكده الناس التقنيين من مجال المياه ومجال الاصحاح بالاضافة لكده منظمات الامم المتحدة والناس الحاديبين على الموية والاصحاح جميل نحن مقدرين جدا ونشاء نلتغيكم المشروعات والمنجزات تكون على أرض الواقع وتجد السحسانة جميع المواطن هو يكون الشريكة الأول في عملية المحافظة مقدرين جدا وستاذ فؤاد فوازي اقتصاصي مياه واصحاح بيع على كل الإضافات القدمت شكرا لكم يا شباب شكرا جميل سعيدنا جدا بك